مروا عبد الرحمن في البداية الكواليس يعني نقدر نقول عليها خليط نحل احنا شغالين 24 ساعة ما فيش نوم يمكن ساعات ما بناكلش عشان خاطر نطلع بصورة مشرفة تليق بمصر وتليق بشباب المصريين اللي قادرين يعملوا حاجات اكتر كمان من اللي بنعملها بكتير غرفة عمليات شغالة طول الوقت ناس على الارض سواء في المطارات او في الفنادق يعني تقدر تقول كده في تنسيق على كافة المستويات عشان نقدر نخرج بصورة متميزة للمنتدى الثاني خاصة مع كورونا والإجراءات الاحترازية والأعداد اللياني يعني ان شاء الله نأمل انها تكون مناسبة للحدث ولكن مع الإجراءات الاحترازية اللي نحتفظ بها جميعا طيب سلمة احنا عرفنا انتو بتاديتو تحضروا من 3-4 شهور تقريبا نظبوط فكرة اول اجتماع؟ احنا لو نرجع بقى اول اجتماع ممكن ارجع الوراء خالص احنا معاك ومعاك ومعاك احنا معاك ومعاك احنا نرجع لأربع سنين مثلا احنا احنا منتدى شباب العالم دي نسخة الرابعة فالحقيقة انا حضرت ما حضرتش نسخة 17 ولكن حضرت 18 و19 و2021 للأسف 2020 عشان الكورونا ولكن اول اجتماع زي اخر اجتماع احنا نفس الروح نفس العزيمة نفس الاسرار احنا عايزين نطلع بشكل يليق بمصر عايزين كلنا نبقى ايد واحدة بحيث ان لما يجي شباب العالم ويشوفوا شباب المصري قادرين يعملوا ايه يبقوا عارفين مصر وصلت لفين لان الانجاز اللي تم على الارض خلال الفاترة اللي فاتت هو انجاز كبير جدا على كافة برضو المستوات سواء بناء الانسان هو الانسان تنك尼ش يباب كل حاجات دي ايه من الناحية الحمسية او شوية انا حمسية شوية عايزي عارفة من ناحية التنظيمية من الناحية التنظيمية بنقسم لتيمس كل تيم بيبقى مسؤول عن جزئية معينة في الجزء التنظيمي يعني عندنا مثلا تيم للوجيستيات ده بيندرك تحت مثلا مطارات التسكين قاعد وما يتعلق بكل الترتيبات دي بحيث ان يحصل تنسيق ما بين برضو كل التيمز بالنسبة لي انا في سيم المحتوى احنا عم معانين اكتر بمحتوى الجلسات ولو هتكلم اكتر عن الجزء الخاص بي انا تحديدا انا دلوقتي شغالة ضمن فريق على جلسة تغير المناخي او ما يعرف باسم في الاجندة الطريق من جلس كولا شارم الشيخ مكافحة تغير المناخ تغير المناخ قضية مهمة جدا خاصة بعد كورونا لان اسناء كورونا والاغلاق حصل تأثير كبير على ان فكرة ان الانبعاثات الكربونية والمشنز والحاجات دي كلها قلت نتيجة ان كان فيه شوية نشاط اقتصادي اقل دلوقتي الموضوع رجع تاني فاحنا عايزين نحافظ على الواحد ونص درجة مقوية زي مسيادة الرئيس عبدالفتح السيسي كان طلع في كوب توانتي ساكس واتكلم عن الموضوع ده وطبعا نصر هتستضيف كوب توينتي سابن في نوفمبر عشرين اتنين وعشرين فدي جلسة نعتبر نقول انها تحضيرية للخطة العمل اللي الدولة هتقوم عليها خلال الفترة احنا هنستضيفها وحنا حطين رجلنا كمان بخلال الاقتصاد الأخدر يعني احنا كده كده اصلا بدأنا في التقليل من الانبعاثات للحد من التغيرات والتأثير المناخ لان احنا شوفنا اللي حصل في الكوكب كله احنا شوفنا اللي حصل في العالم كله من التأثيرات المناخية يمكن حسام كان بيتكلم عنها في البداية حرائق هنا وشوح مياه هنا في سيول موجودة هنا في ثلوج هنا فالموضوع لا الموضوع ما كان يعني دلوقتي ما بقاش حاجة احنا بنحط لها خطة لعشرين تلاتين أربعين سنة قدام لا دانيق دلوقتي بالضبط يعني فيه جفاة في أفريقيا فيه فايدانات في أماكن تانية في أسيا فيه إعصارات الحاجات الحرائق اللي كنا منشوفها في الغابات كل ده موجود بس الجزء الأهم يمكن اللي دايما مش بحدش بيتكلم عليه كتير فكرة التأثيرات الاجتماعية والصحية لان كورونا دلوقتي لما أنا عندي أصلا مال نورشمنت أو سوق تغزية كسكان عايشين في وضع يعني تغير المناخ يأثر على حياتهم بشكل كامل فبالتالي أنا مش قادر عندي التغزية الكافية مش قادر أتعامل مع الأمراض الماليريا والحاجات دي فبالتالي التغير المناخي أدى إلى نصحاته سوق الحاجة المهمة جدا برضو فكرة الهجرة المناخية أو الهجرة المناخية أو الديس بلايس منتج عنده أو النزوح الجامعي لأن ده مع يعني ما أقدرش أقول برضو زي ما أنت قلت كده ما أقدرش أقول أنه هيبقى فاترة كبيرة بالعكس يمكن خمس ست سنين جايين لما يحصل أن فيه دول جزرية زي المالديف والأماكن دي تختفي إليها يحصل الناس دي هتروح فين هل ده هيقدي إلى التشحونات بين الناس ولا لأ الأمن الإنساني الأمن الدولي كل دي حاجات هننقش إن شاء الله في الجلسة طيب إزاي اخترتوا المتحدثين في الجلسة يعني أكيد بتبقوا عاملين قايمة كبيرة وبعدين بتسطدوا تسطدوا أريد أقولك المتحدثين فيه كمية تحديثات غير طبيعية وكل شباية يعني يحصل تغييرات يعني يمكن لفترة قريبة بس بتهيالي دايماً بيكون فيه كريتيريا أو فيه طريقة بيتبع على أساس الإختيار طبعاً كريتيريا مهمة جداً فكرة البروفايلين يعني أنا لازم أجيب البروفايل يتماشى مع المخور اللي أنا هتكلم فيه في الجلسة يعني لو هتكلم على التغير المناخي والهجرة أجب أجيب أجيب حد شغال في الجزئية دي تحديداً لو هتكلم على التغير المناخي والتأسيرات الصحية يبقى برضو هجيب نفس النظرية يعني أختار بنفس المعايير عزيم فآه إحنا حارسين جداً على ده حارسين كمان إن الجالسة دي نتيجة إن مصر تستضيف كوب 27 آخر السنة حارسين يكون التمثيل برضو عالي المستوى يعني يكون إحنا قادرين نوصل لمنظمات دولية وعيئات كبرى في العالم فأنا تمنى إن شاء الله تكون على قادر المجود اللي إحنا بزلناه إن شاء الله وإن شاء الله تكون حاجة مشرفة بإذن الله إن شاء الله عايزين نستغل بقى وجودك مبارح في ورشة العمل اللي حضرتها مع الوزيرة الهجرة واللي كان بتتكلم عن تجربة مصر في حياة كريمة لبناء الإنسان وعرض النمازج الملهمة اللي اتطبقت على الأرض مساهمة الشباب المصريين اللي عايشين برى مصر في حياة كريمة قد إيه مساهمتهم مهمة قد إيه المواطنين المصريين اللي عايشين برى مساهمتهم المهمة في حياة كريمة ماديا لأن كان فيه جوزء كبير جدا من التبرعات خلال فترة الفات أنا متأكد من كده وكيد طبعا أنت عارفة عندك كل التفاصيل وفيه نوع تاني من الدعاية والترويج لحياة كريمة برى مصر بالضبط وأنا عايز أقول أن السنة دي المنتدى بالنسبة لي مختلف يعني ممكن نعتبر نفسي double agent شوية لأن أنا قبل كده كنت أبقى عضو في اللجنة المنظمة المنتدى الشباب العالم بس ولكن السنة دي أنا كمان معاون لوزيرة الهجرة للعلاقات الدولية وقدرت ألمس على الأرض بقى مع شغلي في الوزارة إزاي المصريين في الخارج كانوا مشاركين وبفعالية وبكسرة وبقوة في مبادرة رئيسية والمشروع القومي حياة كريمة والحقيقة كان حاجة مشرفة جدا لما نلاقي مصرية زي ليلا بنس اللي احتلت المركز الأول في فوربس في الاقتصاديات وفروات تكون موجودة ومهتمة وحريصة أنها تكون مشاركة هي أو بنتها ده اللي كان حسامي بيكلمك عنه بقى من شوية المعايير اللي على أساسها بنختار الدولة المشاركين بالضبط جدا لأن حد بهذا البروفايل في الخارج وقدر ينتمي إلى الداخل بهذه الطريقة هي رسالة قوية جدا أننا المصرين جوهة وبره نحن حاجة واحدة نحن مش مختلفين خلاص بالعكس نحن هدفنا واحد هدفنا أن البلد دي تكون أحسن مشروع حياة كريمة يمكن زملائي وزملاتي أنا الفخورة بيهم جدا فشغلهم فيها لما بينزلوا على الأرض وبيشوفوا الناس عاملة ازاي واحتياجاتهم ايه لما بنشوف بقى مع المصرين بوره ونقول لهم يا جماعة احنا محتاجين نطور الجزء الفلاني أو نعمل المشروع ده في القرية الفلانية قد إيه حماسهم كبير يعني هي دي أهم حال في حماس والدليل على ده سيادة الوزيرة ذكرته في الورشة مبارح استفيرة نبيلة مكرم خمسة مليون جنيه قدرنا نجمعهم أو يعني قدرة الوزيرة والوزارة تجمعهم في ساعتين فيعني ده كان تبرعات ايه؟ تبرعات اه بالضبط تبرعات المصرين بالخارج لأن احنا أنشأنا بلاتفورم الكترينية للموضوع وفيه شغل كتير خلينا بس يعني استغلوا جدك معنا ونخرج بره منتدى شرم الشيخ شوية انتو في الوزارة ازاي بتتواصل مع المصرين في خارج يعني بتحددوه على اي اساس حنا حنروح نكلم الناس دي حنقول لهم اللي بيحصل في مصر حنفتح اماركز اه للتبرع او اماكن يتبرعوا فيها اه واحنا مش فاتحين مكان احنا عاملين منصة الكترونية هنقدر نقول فيه ديجتاليزيشن شوية وتحاول رقمي اكتر عزيم جدا لتيجت كمان الكورونا وده زود اكتر فيه يعني مبادرات كتير قوي الوزارة اطلقتها ويمكن السنين دي برضو من مشاركتي في منتدى شباب العالم في بوس خاص بالوزارة هيتكلم عن المبادرات اللي اطلقتها اللي لها يعني سبغة عالمية اكتر كمان منها محلية نتيجة انها بالتارجت المصريين اللي بر فيه مبادرة تتكلم عربي اللي بتحاول تعزز الانتماء والتنمية للمصريين بره طبعا فيه الابليكيشن اللي عن طريقه الولايات الصغيرين المصريين الجيل التاني والتالت بيقدروا من خلال ان هم يتواصلوا عليه ويتعلموا اللغة العربية في المركز المصري الالماني ده تعاون ما بين الحكومة المصرية والحكومة الالمانية في تنفيذ اجندة يمكن يكون ليها علاقة اكبر بفكرة بداء الانجابية للهجرة غير النظامية اللي هي اداة رئيسية فيها واللي يمكن كان من توصيات منتدى شباب العالم 2019 اطلاق مبادرة مركب النجاة مبادرة مركب النجاة الرئاسية بتحزم اهتمام كبير قوي سواء بره او جوه فكرة انه لا انا مش عايز ولادي يموتوا في البحر انا عايز ولادي يبقوا جمي لو هيشتغلوا هيبقى ليهم فرصة عمل وده اللي حياة كريمة بتقولوا بردو ولو هيسافروا هيسافروا عن طريق بداء الانجابية الوزارة بتوفرها بالتعاون مع الحكومات المختلفة طيب بالتأكيد في تحديات كتير اوي بتواجه دول كتير اوي في مجالات ايضا كتير اوي فحياة كريمة لما جات عندنا او بدأنا في حياة كريمة قدرنا نشوف هذه التحديات وقدرنا نحن نتخطاها كمان هل هنحط نموذج مبدائي كده ببعض الدول اللي بتواجه تحديات ممكن تمشي عليه نقدر نساعدهم تكون حياة كريمة تجربة ملهمة بالنسبة لهم هي فعلا تجربة ملهمة لان في رأيي اصلا لو بصينا كده نظرة تارية على العالم هتلاقي ان ده اهم واكبر مشروع تنموي بيحصل دلوقتي يعني مش هتلاقي حتى دولة بالقدرة وعظم من الولايات المتحدة الامريكية عندها هذا المشروع بهذا الاسكيل العريض على الفيرتكل يعني او العرة دي لان احنا بنتارجت كرة بالالاف في محافظات مختلفة ومتشعبة الباجراونس بتاعت النايس دي او خلفياتهم مختلفة تماما احتياجاتهم ممكن تكون مختلفة واحنا بنتارجت الاحتياجات يعني نيد سبيست أساسمت يعني احنا بنعمل تقييم على اساس الاحتياجات وده طبعا منظور علمي يعني يمكن دي حاجة برضو مهمة جدا لان انا مش منخرط قوي في المبادرة ولكن اللي ملمسوا من زملائي خاصة في الورشة مبارح احنا بنعمل كل حاجة على اساس علمية ومظبوطة عشان خاطر في الاخر النتيجة تكون فعالة احنا مش بس عايزينهم نعمل لهم مشروع ونسيبهم ونمشي احنا عايزينهم ام ام الكم الكملوا ويقدروا يبنوا حياتهم بعد جدا عظيم جدا طيب سلمة احنا مبسوطين جدا بوجودك معنا انا مصد اكتر شغل كتير بيتعمل واحبين منكم شغلة اكتر طول الوقت يعني انا عارف ان انتم بتتعاووا بس احنا يعني طبعا في الخير حلم صحيح اكيد طبعا يلا رسالة للشباب رسالة للشباب اعتقد مفيش حاجة انت قدر توقف اي حد عن انه ينفذ اي حلم لي كل حد فينا مر بتجارب ممكن تكون صعبة في الاخر بيطلع منها بحاجات ايجابية كتير النصيحتي ما تستسلموش هتوصلوا للمكان اللي انا فيه ده اكتر انا ما بقولش انه مكان كبير بس يمكن في بداية مشوار حد صغير زي ده يعتبر مكان كبير وده ما كانش هيتحقق لو ما كانش فيه تمكين للشباب وتمكين للمرأة في الفترة الحالية فما تيقاسوش واحلموا واحقق احلمكم سلمة صائر عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معناكم بالتوفيق مرسي خالص شكرا 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 مشاهدين نستازن حضراتكو هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باي فقرات شكرا شكرا شكرا